بسم الأب والابن والروح القدس إلى الواحد عمين نكمل سلسلة غرث الفضائل في الأطفال ووصلنا لغاية حرف الصاد مرة اللي فاتت كانت خدنا الشدة سين شين صاد صح كده خدنا شين شدة قبل ليلة راس السنة والمرة دي نرجع نكمل الصاد أكلمكم عن الصدق من أكتر الأمور اللي لازم تتغرس بدري قوي موضوع الصدق الصدق يعني بالبساطة عدم الكذب وعدم الغش وعدم الرياء لأن عكس كلمة صدق على الأقل فيه طالات خطايا كبار الكذب والغش والرياء مهو الرياء برضو نوع من الكذب لو تاخدوا بالكم لأن المرائي بيظهر حاجة مش حقيقة بيظهر إنه قديس وإنه متدين وإنه هو مش كويس طب الرياء خطيط الكبار مش خطيط الأطفال لكن الكذب والغش ممكن يبتدي مع الأطفال وعادة اللي بيستحل يجذب ويستحل يغش هو ده المرائي بعد كده يعني الخطايا دي كلها مية واحدة في الأخ إزاي الأول نغرس القيمة الصدق طبعا مسيحيتنا مبنية على موضوع الصدق ده لأنه إلهنا صالح بمعنى أنه صادق في كل كلامه وإلهنا صالح بمعنى أنه كمان صريح يعني إيه؟ يعني كل حاجة واضحة ما فيش نوع من أخطيط اللف والدوران يعني فالإنسان الصادق ما تحسش أن اللي جوه غير اللي بر اللي عكس فكرة المرائيين يشبهون قبورا مبيضة من الخارج ومن الداخل حاجة تاني خالص أعظام أموات وكل النجاس إذن الصدق ضروري لنجاح ابنك في حياته وضروري لخلاص نفسه حد يختلف على دي يعني ابنك لو لم يكن صادقا هيضيع لو تعلم يجذب أو يغش ده إن أجلا أو عاجلا هيضيع دعني ممكن يغش شوية وينجح بس مش هينفع ينجح على طول كده ممكن يجذب ويغطي على كام عاملة بس بعد كده هيقع في مصيبة فمش بس هتنجيه هنا الأهم كمان أن الصدق طريق للسماء مش هيدخل واحد كداب السماء الإنجيل قال كده الكذابون لا يدخلوا لا يرسون ملكوت الله والكذاب زي ما أنتوا كلكوا عارفين أبو ما بقاش ربنا أبو اسمه إيه الشيطان اللي لقبه أبو الكذاب فطبعا أخطر حاجة أنك بتجيب ابنك يتعمد عشان يبقى ربنا أبو وبعدين تسيبه للكزب يبقى الشيطان أبو فطبعا أنت عملت عاملة وحشة قوي أنك سبته يتسرق من ربنا ويروح للشيطان مثلا أنا حطيت قعدتين بحاول ما طلعش برجاء قعدة العشر سنين وقعدة الثلاث محاور العشر سنين الأولى هي المجال الأساسي لغرس الفضائل ابنك من سن سنة أو قبل كده عندك فرصة تحطه كل اللي أنت عاوز تحطه الإيمان الصدق كل حاجة حلو وكمان فيه ثلاث محاور بنشتغل عليهم القدوة والحوار والتأديب تعالوا ندخل في المحاور القدوة لا يمكن يطلع طفل صادق لو أبو أو أمو كدبين مش هيطلع مش هينفع وعندنا قصة مشهورة في الكتاب المقدس أن يعقوب كان بيكذب على سحق يبقى يعقوب في صفة الكذب مش كده ولاد يعقوب عمله إيه كذبه عليه لأنه لازم يكونوا لمحوا الكذب في شخصيته فطلعوا في يوم من الأيام قالوا له يوسف مات وهم رمينوا في البير حي وجابوا الجلبية إياها والخصة دي كلها إيه دا؟ ما هو الكذب بيتنقل فعاوز تخلي عيالك ما يجدبوش لا تجدب قدامهم ولا من وراهم الكذب بيتشم الكذب بيتحس ومتحت أي أعذار تصوروا الطفل اللي سامع بابا بيقول اعتذار صادق أنا آسف لأن مثلاً رحت علي نومة كان ممكن يقول أعذار تانية يعني إيه؟ أكثر يعني المرور كان مش عارف إيه فيه أعذار كده إيه؟ مقبولة أكتر لكن واحد بيعتذر أنه رحت عليه نومة دا شكله وحش يعني بس الأب ما بيجذبش فالابن سامع أبو بيعتذر أنه فات منه معاد عشان سبب تافي فالابن يعرف أنه ما ينفعش أقول سبب غير الحقيقي ما ينفعش مرة واحد كان بيتقدم للضرائب وبعدين إيه؟ كانوا كل الناس قالت له تعمل حاجات معينة عشان إيه؟ يعني الموضوع يمشي سهل هو كتب كل حاجة بطريقة حقيقية صادقة جداً في مجال كل الناس بتعمل غير كده بيحكي لي يعني مأمور الضرائب قعد معاه فقال له هو حضرتك ما سألتش قبل الضرائب بيعملوا إيه؟ فقال له لا سألت قال له قالوا لك إيه؟ قال لي كل الناس قالت لي ما كتبش الصح قال له طب أنت ليه عامل كده؟ أنت مش عارف أن ده ممكن يعني يخلي الضرائب عالية جداً عليك؟ قال له وأنا ما قدرش أقول غير اللي بيحصل بالظبط أنا عايش بالبركة والبركة ماشية مع الصدق لغية الصدق هلغي البركة شوف اللي أنت عاوز أعمله يقول لي مأمور الضرائب على عكس التوقعات قال لي عشان أنت فعلاً صادق أنا بقى اللي هفكر إزاي أخفض لك الضرائب بأي طريق طبعاً ده مش عاوز أقول إيه؟ حلو أن أنتوا تمشوا بالمبدأ ده مهما كانت النتائج عشان ما يجيش حد يمسك في خناعي بعد كده إنما هو الصح كده أن إحنا نمشي مزبوطين على قد ما نده يبقى الإنسان يبقى صادق لأنه الأخطر إن عيالك يلاقوك بتجذب بأي دافع أي دافع للكذب لا يعفيك من بشاعة الكذب وتأثيراته على الجيل اللي بعده كذلك الأم بنتك أو ابنك سامعك وانتي مش واخد بالك وشايف الحقيقة فلو ما قلتيش الحقيقة هو مش هعرف يمكن يسميها كذبة بس خلاص عرف إنه هي دي الفرصة أو الحيلة اللي أطلع بيها من أي مشكل إنما لو لقى الكلام صريح مباشر خلاص بيتبرمج على كده القدوة تأثيرها أعلى من أي وعز ومن أي تأديب طبعا فيه أنواع من الكذب كتير قوي في بيوتنا مثلا التليفون يرن وتبتدي تسمع إجابات الطفل شايف إنه اللي بيتقال على التليفون غير الواقع خلي بالكم ده ساعات يكون الطفل من حساسيته مثلا أب بيكلم الأم والأم سيئة العربية فبيقول لها أنتو فين متأخرين ليه تقول له إحنا خلاص دخلين على البيت والطفل يكون ست سبع سنين شايف البيت لسه بعيد فيعتبرها كذبة هي هنا مش كذبة قد ما هي مبالغة يعني الأم عاوزت تهون على الأب إنها قربت توصل فقالت له دخلين على البيت هو من حساسية الطفل يعتبر دي كذبة ويزعل هو مش شايف البيت يعني إيه دخلين على البيت عشان كده إحنا لازم نبقى حساسين جدا لأن الأطفال أكثر نقاوة مننا فالمفروض الواحد من أجلهم يقدس ذاته يعني تبقى مدقق قوي في الألفاظ مش عشان الطفل ما هو كده كده إحنا عاوزين نبقى قدسين وأنقياء لكن كمان أطفالنا يوبخونا وهما بيسمعونا فتبقى التصرفات فيها صدق التصرفات فيها صدق والكلمات فيها صدق يعني إيه التصرفات فيها صدق كمان افرد في ناس بتحاول تظهر بمنظر أو بمستوى أعلى من المستوى ده نوع من الغش ده نوع من المظهرية الكدابة فيها نوع من كده البيت الطبيعي ما يخجلش من الفقر أو ما يفرقش معاه أنه يعيش عيشة الأغنية مش حاجة حلوة مش فرقة فبيعيش في المستوى الطبيعي بتاعه في بيوت كتيرة عايشة تمثلية وهمية كده قدام الناس يعملوا نفسهم أنه هما إيه يعني بيشتروا الغالي طب وهي دي شطارة أنه أنتوا تشتروا الحاجة الغالية مش شطارة مفروض الواحد يعيش على قد توب وكده عادي من غير مشكلة لأن لو حاولت أدخل في توب مش بتاعي أولادي بيتجرح ده نوع من عدم الصدق خليك طبيعي خليك طبيعي ده بتدخل معلش في حاجات سوية حساسة شوية النظافة الداخلية والمنظر الخارجي يعني إيه ممكن إنسان ما يكونس يعني يكون يحاول يبقى شكله حلو من بره بس هو مش نظيف من جوا جسديا أو روحيا أنت علمت طفلك إيه النظافة هي النظافة فالنظافة دي اللي شايفينه الناس واللي مش شايفينه الناس وإلا تبقى كذبة برضو إذن جوانب القدوة متعددة بس كل اللي بتعمله مين اللي أريك من أول يوم ولادك كشفينك ولأنه موضوع الصدق ده حساس جدا كل لما أنت ومراتك كأب وأم مدقائين أوي مفيش حتى المبلغة مفيش اللف والدوران والحكاية صادقة في التصرف وفي الكلام ولادنا هيطلعوا أسوأ يطلعوا صادقين تاني موضوع هنا الغش الغش كتر جدا في بلدنا بالذات وأصبحت سطارة أحيانا في المدارس أنه الطفل يغش طيب ما هو خلي بالك أنت بتقول إيه وبتعمل إيه ككبير الأول هل أنت في حياتك بتستحل قرش مش نقي طبيعي ابنك هيغش في المدرسة وممكن يترفت في امتحان وممكن يفشل أنت بتدتها لأنك أنت خدت حاجة مش حقك ستنقلت طبعا مش هتعرف تنقلت إزاي بس لازم هتتنقل يبقى برضو موضوع الخش هنا داخل في الكلام برضو من الحاجات اللي واجع الشباب أو فيه شباب كتير بعد عن الكنيسة تسألهم إيه اللي بعدكم يقولك أبويا متدين ودي إجابة أنت بعدت عن الكنيسة عشان والدك متدين يقولك أبويا متدين بس ما تشوفش منظره في البيت بانت عملية كذبة على طول الأب بيروح الكنيسة كل يومين ثلاثة ويجوز بيخدم وشكله اللي يشوفه في الكنيسة ياخد بركته وبعدين في البيت متعب جدا أناني بيزعف الأم كسلان أخلاقه مش مسحية طب أنت متصور الطفل يطلع إزاي لازم يشطب على الكنيسة على طول لازم لأن أنا قلت له عيش تمثلية ما هدي كذبة يبقى هنا القدوة في أن الواحد يبقى أمين في حياته في كل موقف في البيت زي الكنيسة زي كل مكان بعد القدوة يجي الحوار مناسب جدا في دروس مدرس الأحد وفي حكويكم كأباء وأمهات مع أولادكم وأحفادكم نحكي حكايات فيها كذب يضر وفيها صدق يكافأ الطفل دايما يبص للنتائج أي طفل بسيط دايما يحب نهاية القصة إياكوا تحكوا قصة وتعلقوا الطفل تبقوا متعبين لا أي طفل يحب الحكاية تخلص لازم تخلص ولازم تخلص حلو فالوحسين يحصل لهم حاجة وحشة والحلوين يحصل لهم حاجة حلو مش أنتوا كنتوا أطفال طبيعيين المفروض فده الطبيعي فلما يكون واحد قال الحق لازم تحكي الحكاية وتكملها إنه حصل له حاجة حلو ولما حد كذب يبقى لازم في الآخر يحصل له حاجة وحشة خلي بالكوا بقى أفلام السينما والحاجات دي بتعكس لأن الشيطان ورد كلام ده فيطلع واحد بطل بيجذب طول الخط ومشي معاه تمام ويخلص الفيلم على كده طبعا ده بيلخبط دماغ عيالنا قال له طب ما الكذب بينجحه بس الفيلم غلط الفيلم مؤذي لأنه ما طلعش القعدة البسيطة الإنسانية بتاعت الصح هيجيب صح والغلط هيجيب غلط هنا الحوار بقى مهم إنه هو بيتفرج على فيلم تناقش معاه حصل حاجة في المدرسة يحكي وتحكي معاه تسأله هو ليه لو عملنا كده يبقى غلط أو تبقى بتتصرف تصرف وتقوله هو أنا عملت كده ليه تفتكر عشان أنت بتغرس فيه المعنى المبدأ القيمة بتيجي بالحوار مش بس بالسلوك السلوك والقدوة نمرة واحد اتنين الحوار يخليه يقتنع ولما يقتنع بدري قوي لما ييجي ميت واحد يلعب في دماغه مش هتأثر دايماً اللي بقى الحط بدري هو اللي بيجيب صمر حل لشان كده بنقول أول عشر سنين تصور أنت مهتمتش بالمبدأ ده وهو في تسع سنين بقى كان جال واحد صاحبه طول النار يقنعه بالكذب والغش والكلام ده ما انت مغرستش فصاحبه هيبقى تأثيره أكتر هتلاقيه بيجذب عليك بعد شوية ويغش وهكذب آخر حاجة التأذيب التأذيب بقى معنى إيه زي ما اتفقنا دايماً التأذيب متناسب مع الخطأ والتأذيب ييجي نمرة ثلاثة مش نمرة واحد بعد ما تبقى أنت قدوة وصديق لأولادك والتأذيب دايماً بيجي بعد اتفاقات ما فوش مفاجآت التأذيب ييجي بعد اتفاقات بدون مفاجآت يعني مش فجأة بتعاقب ابنك هو متوقع لأن انت متفق معاه لو كذبت هيحصل كذا فانت متفق مع الاتفاق يبقى العقاب متوقع معبول كمان وفي نفس الوقت العقاب متناسب مع الغلط أول مرة غير تاني أو تالت مرة ويجوز أول مرة تسمح وفي نفس الوقت ترجع معاه تاني الحوار ليه اللي حصل ده وحش وفي ناس مش بس بقى التأذيب بمعنى العقاب لا السواب كمان بمعنى ايه لو ابنك حصل مثلا جاب نمرة وحشة فانت سألته سؤال مباشر هو ليه النمرة دي وحشة فقال لك بصراحة أنا ما ذكرتش هو قال بصراحة أو قال كلمة صادقة دي تتحط في حسابه دي حاجة تعتبر ليه يعني مجد الصدق وهنا شاور على الكسل بس عيوب الكسل لكن لازم كمان تحسب له انه ما قالكش اللي امتحان صعب كل العيال كانت بتغش وانا ما بغشش لا الحجك دي مش صح هو قال سبب حقيقي حتى لو طلع نفسه غلطان كويس يبقى ده صدق يكافأ يكافأ حتى بكلمة حلوة مش هنجيب له هدية وهو جاي ابن نمرة وحشة لكن بتسجعه بتقوله أنا مبسوط ان انت قلت السبب الحقيقي لكن مرة جاية تجيب نمرة حلوة ولازم نذاكر مثلا يبقى لما تلاقي موقف صادق ما تجده ولما تلاقي موقف يميل للكذب حذره انزره قدبه حذره في الاول انزره اثنين قدبه ثلاثة فيطلع الطفل عارف انه دي غلطة خطيرة لانه خلي بالكم في الزمن ده في معايير مقلوبة عند الناس في ناس بتشوف الكذب شطارة او ان الكذب غلطة عادية مرة بسأل واحد في الاعتراف بقول له فيه كذب قال لي وهو ده كيء وهو ده خطية يعني يعني بيخف الدم كده يعني هو نسي واعترف بيها لانه حاسس انه انا شغلي كله كد فاقول لك ايه طيب الى هذه الدرجة طبعا ده خطير قوي ان الواحد يوصل ان الكد بيبقى عادي ومش حاسس انه بيغلط طبعا ده مؤذي جد نراجع تاني عشر سنين الاوائل اهم سنين موضوعنا النهار ده الصدق الصدق يبدأ به نحنا كاباء وامهات الحوار الدائم حوالين القيم الفاليوز نفسها نماج جد الصدق نكره في الكذب والغش والرياض وبعدين نقدب انحتاج الامر شكرا